بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الرابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء كنا قرأنا في باب قيان شيء من أنواع السحر أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح إياكم الله وبركاته استكمل معكم هذه الحديث في هذا الباب وبقي هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظ هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا الحديث أيضا فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو النميمة النميمة هي نوع من أنواع السحر وهي العضه والعضه هو السحر كما قال جل وعلا الذين جعلوا القرآن حظين يعني جعلوا القرآن سحرا وصفوا بأنه سحر فالعضه هو السحر فمن أنواع السحر النميمة والنميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم يعطي فيقول فلان يقول فيك كذا وكذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا ليفسد بينهما ولهذا قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة فالنميمة سحر لأنها تعمل عمل السحر تفرق بين الناس وتحدث العداوة والبغضاء بين الناس والله جل وعلا حذر من النمامين قال سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منّاعل للخير معتدن أثين مشاء بنميم يمشي بالنميمة هذا خطر على المجتمع يفسد بين الناس بالإيقاع بينهم يحدث بينهم العداوة والبغضاء وقد يترتب على ذلك قتل النفوس أو إلى أضرار الكثيرة من النمامين فيجب الحذر منهم النميمة القال بين الناس الذين ليس لهم هم إلا قال فلان وقال فلان على وجه الإفساد ونقل الحديث بينهم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت من الجبت يعني من السحر يعني سبق أن الجبت هو السحر كما قال عمر رضي الله عنه هذه الأنواع من أنواع السحر العيافة وهي التطير بالطيور من اعتقاد في حركات الطيور والطرق وهو الخط يخط في الأرض ما يسمى بالرمالين الذين يدعون علم الغيب يخطون ثم يقولون سيحي يحدث كذا وهذا من عمل الشيطان والطيارة هي التشاؤم بالأشياء كما سبق هي من الشرك لأن فيه اعتقاد أن أحداً ينفع ويضر غير الله سبحانه وتعالى نعم المسألة الثانية تفسير العيافة والطرق والطيورة نعم كما سبق ساق المؤلف رحمه الله الشيخ ساق أن العيافة زجر الطير والطرق هو الخط خط في الأرض والطيارة معروفة هي التشاؤم هي كلها من أنواع السحر نعم المسألة الثالثة يقول المؤلف بأن علم النجوم نوع من السحر نعم وذلك في قوله في قول ابن عباس رضي الله عنهما من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر هذا دليل على أن التنجيم أنه من السحر النجوم لما خلقها الله كما لكر زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها هذه الحكمة من النجوم وأما من يعتقد أنها تؤثر في هذا الكون تسبب الحوادث في الأرض وهذا هو الشرك بالله عز وجل المسألة الرابعة أن العقدة مع النفث من ذلك نعم وهذا كما في القرآن من شرع النفاثات في العقد يعقبنا الخيوط ثم ينفثنا في هذه العقد فيؤثر ذلك بإذن الله في من قصد بهذا العمل الخبيث وهذا فيه أن هذا النوع من عقد الخيوط أنه من السحر هذا بنص القرآن وأما عقد الخيوط للمصالح ولا يعتقد فيها شيء من النفع والضر وإنما للمنافع لباس بذلك نعم المسألة الخامسة أن النميمة أيضا من ذلك من النميمة من السحر بل هي أشد تأثير من السحر لأنها تفسد بين الناس وتوقع العداوة والبغضاء قد تسبب الفتنة قد تسبب القتل لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا فيه التحذير من النمامين الذين يسعون بالنميمة بين الناس يحرشون بينهم نعم المسألة الأخيرة من المسائل في هذا الباب قال المؤلف إن من ذلك بعض الفصاحة وإن من البيان لسحرة هذا مباح هذا سحر مباح وذلك البلاغة في الخطابة والكلام أن يكون الإنسان يجيد الكلام ويجيد الخطابة ويؤثر في الناس هذا نوع من السحر بأنه يؤثر لكن تأثيره طيب أو مباح فهو يسمى سحرا من ناحية أثره لا من ناحية حكمه وإن من البيان يعني من البلاغة في الكلام والخطابة لسحرا بحيث يؤثر في الناس ويستقطبهم نحو السامع وهذا مباح وهذا من باب المدح هذا من باب المدح للبلاغة وحسن البيان نعم فضيلة الشيخ صالح ما الفرق بين النوع والجنس الجنس أعم من النوع الجنس ما يشمل أنواعا والنوع ما يشمل أفرادا نعم الشيخ صالح هل زجر الطير لتعليم الصيد ممنوع لا ليس ممنوع الله جل على أبا هذلك قال سبحانه وتعالى كلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني الكلاب الصيد تعلمها الإنسان كيف تصيد وكيف تمسك القريدة ولا تأكل منها تمسكها لصاحبها الذي أرسلها فهذا نوع من تعليم الكلاب وهو ليس من من المذمون بل هو من المباح نعم ما حكم الشيخ تحنية الطيور هذا من العبث ومن اقتناء الجيف لأن هذه هذه المخنطات من الميتات هذه جيف لا يجوز الاقتناء بها إلا لغرض صحيح كما يكون عند الأطباء والمشرحين ليستفيدوا من ذلك نعم الشيخ صالحة الطيور والقيام بتربيتها ما حكمه لا بأس بذلك لكن بشرط أن يؤمن لها ما تحتاج إليه ولا يهملها في طعامها وشرابها فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فلا بأس باقتناء الطيور بشرط أن يقوم بما تحتاج إليه من طعام وشراب ومأوى ولا يعذبها سواء اقتناها للأكل أو اقتناها للبيع أو اقتناها للزينة لا بأس بذلك أصحب هذه الطيور الشيخ صالح حفظكم الله يقولون بأننا ننشغل بها ولا نقع في المخالفات والمحرمات لا هو ليس الغرض من ذلك أنه يتسلى بها عن المحرمات الغرض من ذلك ما ذكرنا إما أنه يبيع منها وإما أنه يأكل منها وإما أنه يتخذها للزينة لغرض صحيح نعم حفظكم الله الشيخ زجر الطير ما علاقته بالسحر زجر الطير أنه يؤثر تأثير السحر زجر الطير هو التطير زجر الطير هو التطير والتشاؤم بالطيور وهذا نوع من السحر لأن الطير نوع من السحر ما حكم الخط بالأرض ليكون سترة للمصل يا شيخ الخط في الأرض ليس محرما على إطلاقه إنما إذا قصد بالخط على الأرض الاطلاع على علم الغيب أو الإخبار عن المغيبات هذا هو المذموم أما أن يخط في الأرض لغرض صحيح وغرض نافع فلا بأس بذلك نعم صحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط فقال من وافق خطه فذاك نعم هذا معجزات هذا النبي هذا النبي الذي يخط هذا مما أعطاه الله هذا خاص به وهذا من باب التعجيز من وافق خط هذا النبي فذاكه هذا من باب التعجيز لأن المعجزة لا أحد يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى نعم الشيخ ما هو البيان المذموم البيان المذموم الذي يمدح الباطل ويرغب بالشر ويخرض على الإفساد في الأرض فالخطبة دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعهم قذفوه فيها فالذين يخطبون في الفتنة ويخرضون الناس على الشر وعلى القتل والقتيل وعلى خلع طاعة ولات الأمور هؤلاء مفسدون يعني فصاحتهم وبلاغتهم هذه يستعملونها في الشر وإثارة الفتنة نعم أيها الأخوة والأخوات استفدنا من هذه الدروس المفيدة وهذه الشروح القيمة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في هذا الدرس باب بيان شيء من أنواع السحر هل تريد الشيخ صالح أن تضيف أي شيء قبل أن نختم هذا اللقاء نعم نريد أن نحث المسلمين على الابتعاد عن السحر والسحرة وأنواع السحر القصد من بيان عقد هذه الأبواب في كتاب التوحيد وأن المسلم يتجنب هذه الأشياء ويبتعد عنها خصوصا الآن يذكرون أن لها قنوات تبث رسائل تواصل الحذر شديد الآن والخطر شديد الآن فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تبث وتنشر لأي وسيلة كانت نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين انتهى انتهى هذا الدرس والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وسجل هذا الدرس الزميل المهندس أثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله شكرا